هنبدأ بسم الله طبعا التعريفات أفضل مكان نجيب منه التعريفات هو المعجم المسرحي اللي هو بتاع ماري إلياس وحننقصه أول تعريف لازم تبقى عارفه هو الأنصر بلوجيا الأنصر بلوجيا اللي هو أصلا اسم المادة وتعني علم الإنسان لوجيا أو لوجوس أو يعني اللي هو علم أو كلمة أو مبادئ أنصر بلوجيا الأنصروبو الجزء الأولين يعني الإنسان اللي يهمنا بقى هو التعريف المهم أنصر بلوجيا المسرح يعرف بربا اللي هو أوجينيو بربا تعريف أنصر بلوجيا المسرح دراسة السلوك الإنساني حينما يستخدم وجوده وحضوره الجسدي والعقلي في موقف أدائي وفقا لمبادئ مختلفة عن تلك التي يستخدمها في حياته اليومية ده التعريف الرسمي تمام كمالة لي برضو وذلك لأن الممثل يستخدم جسده في الحياة اليومية المعتادة بنوع من التقنية المشروطة بثقافته ووضعه الاجتماعي وطبيعة مهنده في حين يستخدمه في العرض المسرحي بطريقة أخرى يعني باختصار الأنصروبولوجيا المسرح بندرس فيها حركة الممثل على خشبة المسرح أثناء العرض يبقى ده اختصار الأنصروبولوجيا المسرح اللي هو دراسة الحركة بتاعت المؤدي بندرس الحركة بتاعته في المطلق ليه؟ لأن حركته على المسرح مختلفة عن حركته في الحياة الطبيعية حياته الطبيعية دي ممكن تكون مرتبطة بوضعه الاجتماعي بثقافته بمهنته ماشيته معينة أي كان لكن حركته على الخشبة دي محتاجة دراسة أنصروبولوجيا المسرح بتدرس الحركة دي تمام؟ والحركة دي بيتقال عليها ما قبل التعبير اللي هي الحركة في العموم ما النجلة هو بتدل علي المهم إن هي حركة في المطلق ده تعريف الأنصروبولوجيا اللي هو الجزء الأول في المناعة تعريف بقى الاسنو سينولوجيا برضو مقسمة اسنو سينولوجيا اللي هي لوجوس اللي هي علم أو مبادئ تمام؟ اسنو اللي هي ثقافة أو أمة أو عرق أو هوية تمام؟ الجزء الثاني يعني اسنو دي خلاص السينو اللي في النص المكان اللي بيتم فيه التمثيل فيه ناس بيعرفوها على أنه المشهد الفرجاوي فيه ناس بيقولوا الجسد بصفة عامة تمام؟ التعريف بقى بتاع الاسنو سينولوجيا التعريف الرسمي هي دراسة الممارسات السلوكية الإنسانية الاستعراضية المنظمة في مختلف الثقافات وهي العلم اللي بيهتم بدراسة الفرجات المشهدية لدى الشعوب القديمة باعتبرها زواهر ثقافية اجتماعية تعبر من خلالها عن رؤيتها للوجود والإنسان والحياة والكون والطبيعة والقيم والمعرفة كما تعكس طبيعة التفكير لدى الإنسان القديم وطريق التعبيره وانفعاله وتحركه وكيفية تعامله مع الموضوع الخارجي على المستوى الفني والجمالي والفلكلوري ده التعريف ايه وجزء يعني ايه هو بيهتم بايه طيب يعني كده الاسم سينولوجيا بطريقة مختصرة بتدرس برضو حركة المؤدي تمام على الخشب بس من خلال ايه من خلال خصوصيتها الثقافية وانها خطاب رمزي بيعبر وحط تحت كلمة يعبر دي اكتر من خط عن بنا ثقافية محددة والتفاعلات القائمة فيها يعني ايه كلام ده يعني الاثنين بيدرسوا حركة المؤدي لكن واحد بيدرس الحركة في المطلق وبيحاول يقول الحركة من غير ما يرجع بقى دي ثقافته ايه وده ده ثقافته ايه لا هو حركة في المطلق انما ده الاسم سينولوجيا لازم يعرف ثقافة المؤدي اللي طلع منه الحركة دي عشان كده تلاقي في الاسم سينولوجيا لما تيجي تحلل بيدبع ايه طبعا هو فيه ثلاث حاجات في التحليل بس هو يتبع التاريخ والوظيفة الاجتماعية وبيتبع الخطاب الرمزي يعني ايه يعني الحركة دي مدلولها ايه زي الاشارات كده بتاعت السينولوجيا هو عمل حركة يبقى الحركة دي مدلولها ايه تمام يبقى باختصار تاني وبرضه عشان الناس تبقى فهم المنهج فهم الاسم سينولوجيا وفهم الانسوربولوجيا الانسوربولوجيا اللي هو ما قبل التعبيري تمام بنشوف حركة الممثل في المطلق يعني حركة الياباني والصيني في مصرح الكابوكي والنو زي الرأس الشعبي عندنا والرأس الشرقي كلها بتغضع لسمة مشتركة هو بيدور الانسوربولوجيا بيدور على السمة المشتركة بين الحركات دي كلها سواء ده بقى ياباني وصيني بيرقص صلصة في امريكا اللاتينية بيرقص ايا كان المهم ان الحركة دي في المطلق هي حركة معين عشان كده عمل القوانين اللي هي البراجماتية تلات حاجات تعديل محور التوازن وده هتلاقيه في كل الحركات رأسة التعارضات مبدأ تكسيف الطاقة تمام؟ اما بقى الاسمه السينولوجيا بنشوف حركة الممثل بس مش في المطلق لا كل رأسة لها اصل وتاريخ والحركات دي بترمز وتعبر عن ثقافة معينة تمام؟ فاحنا هندرسها من خلال الثقافة دي من خلال الفلكلور يعني من خلال فلكلورة من خلال تاريخها تمام؟ يبقى ده المنهج اللي هو الانصر بلوجيا والاسم السينولوجيا التعريف الثالث تعريف المسرح المسرح شكل من اشكال الفنون يؤدى امام المشاهدين ده تعريف مختصر جدا تمام؟ يشمل كل انواع التسلية من السرك الى المسرحيات تمام؟ فيه تعريف تقليدي للمسرح بيقول انه شكل من اشكال الفن يترجم فيه الممثلون نصا مكتوبا الى عرض تمثيلي على خشبة المسرح يقوم الممثلون عادة على ترجمة شخصيات ومواقف النص التي ابتدعها المؤلف وذلك بمساعدة توجهات المخرج تمام؟ فيه تعريف تاني برضو بيقول هو شكل من اشكال التعبير عن المشاعر والافكار والاحاسيس البشرية وواقع الانسان ووسيلته في ذلك فن الكلام وفن الحركة مع الاستعانة ببعض المؤثرات الاخرى المساعدة فيه تعريف برضو تاني عن المسرح هو شكل من اشكال الفرجة قوامه المؤدي والممثل اللي هو المؤدي الممثل ده من جهة والمتفرج من جهة اخرى داخل مكان العرض يعني هو بيحاول فيه تعريفات كتير عن المسرح بس ايه اختصار شدد جدا فيه مؤدي فيه متفرج داخل مكان عرض طبعا بالتعريفات اللي أنا قلتها وفيه تعريفات تانية كل مكان هتلاقي منه ايه تعريفات مختلفة لكن أنا جبت الخلاصة طيب خلصنا تعريف المسرح طيب ده هيفدنا في ايه هيفدنا لما نيجي نحلل التقوص نقول ده مسرح ولا مش مسرح تمام ده طاقس ولا مسرح دلوقتي بقى هقول لكم تعريف الدراما تمام طبعا فيه انواع كتير جدا وفيه تعريفات كتير بس ناخد التعريف اللي أنا ايه اختصرت التعريفات هي نوع من التعبير الادبي الذي يؤد تمثيلا في المسرح او السينما او التلفزيون او الازاعة وقد اخذت الكلمة من اليونانية بمعنى فعل او عمل يؤد بفعل او عمل يؤد وفيه تعريف تاني هي ايضا نتاج اسرع بين شخصيات تستخدم الكلمات او الحركات وسيلة للتعبير عن مشاعرها او افكارها وعن الاحداث التي تورطوا فيها والتي تأخذ شكل حبكة لها شكل وهدف اللي انا بقوله ده مش مختصر التعريف لا انا بختصر التعريفات الكتيرة في اقرب التعريفات اللي احنا عارفينها او نقدر نستخدمها او نقدر تكون التعريف شامل وكامل خلاص يبقى انا كده عرفت الدراما وعرفت المسرح تعالى بقى تعريف التقس تمام فيه برضو تعريفات كتير للتقس بس احنا هناخد التعريفات الافضل واللي شاملة والكملة بس هو مجموعة من الاجراءات التي يؤديها بعض الاشخاص والتي تقام اساسا لقيمتها الرمزية والدينية للتعبير عن الشعائر والاحتفالات تمام وقد تحدد تلك التقوس او المراسم تراص الجماعة المشترك تمام ويشير المصطلح الى مجموعة الافعال السبتة والمرتبة ويستسنى من ذلك الافعال التي يقوم بها المؤدون للتقوس اعتباطا يعني اللي هيقدي كده اي تقس يقدي اعتباطي لا ده كده مش تقس تمام ده لازم تكون مترتبة ولازم تكون سبتة ولازم يكون مؤمن بيها تمام بص بقى التقوس دي قد يقديها شخص واحد يعني فيه تقس يقدي شخص واحد او مجموعة من الاشخاص او مجتمع باكمله تمام وتقدى الحاجات دي في اماكن محددة او اماكن محجوزة مخصصة لذلك سواء في الاماكن العامة او الخاصة فكل تقس اللي ايه لطبيعته تمام في جزء برضو تاني من تعريفات اخرى والتقس هو فعل جماعي له طابع القدسية وله قواعد وترتيب معين وطرق في اداؤه طابع القدسية ده خليه ايه ثابت معاك فاي تعريف ابقى حط ايه طابع القدسية تمام تمام يبقى انا كده عرفت الطقس وعرفت المسرح عرفت الدراما وعرفنا طبعا ايه اه الاسمه سينولوجيا والانسربولوجيا اللي هما اسم المادة نيجي بقى لتعريف الرأس برضو هجيب لك شوية تعريفات انت بتختار تعريف منها تحفظه والباقي تفهم والاقرب ليك بس انا بجيب التعريفات الشاملة من كل الاماكن اللي اتكلمت سواء كان في مقالات او من الكتب اللي مقررة علينا او من الكتب برة او من المعجب خلاص تعامل يلا بينا تعريف الرأس ده مسلا من المحضرة بيقوليه التعبير عن الزمان والمكان من خلال التحكم في الحركة والاماء بهدف التواصل تمام نقوله تاني التعبير عن الزمان والمكان من خلال التحكم في الحركة والاماء بهدف التواصل تمام تعال Bismillah تعريف اسهل شوية ويبقى شامل هو شكل فني ابتدعوا الانسان للتعبير عن مشاعره ونقلها للاخرين تمام فيه جزء ممكن يفيد بيقولك هو اقدم الوسائل التي استخدمها الشعوب للتنفيس عن انفعلتهم تمام وفيه تعريف تاني بيقول ايه هو الحركات والايماءات الاراضية الاراضية التي تؤدى بهدف معين وقد يكون تعبيرا عن مشاعر داخلية او وسيلة للتواصل مع الاخرين التعريف ده يعتبر شامل او تعريف جميل بيقولك ايه التاني هو الحركات والايماءات الاراضية التي تؤدى بهدف معين ممكن تقف هنا ويقولك ايه قد يكون تعبيرا عن مشاعر داخلية او وسيلة للتواصل مع الاخرين خلاص ده الرقص بايه بشكل عام تعالى تعريف تاني اخر من المنهج برضو تعريف فن البليه بيقول ايه هو الدراما الراقصة التي تحكى بالرقص تمام هو الدراما الراقصة التي تحكي بالرقص قصصا وحكايات ومعاني وهو شكل من اشكال الاداء المسرحي يقوم على تقنيات الرقص التعبيري يرافقه الموسيقى والمشاهد المسرحية ده تعريف شامل تمام طيب كده كل التعريفات اللي موجودة في المنهج هنعرف كمان التقوس الزورية اللي هي ايه نسبة الى زوريس تمام بتقول ايه تعريف التقوس دي اول حاجة نسبة الى الاله زوريس تمام وهي المراسم الدينية التي كان يحتفل بها مصر القديمة تمام بكل انحاء مصر احياء لذكر استوريت مقتل واحياء ازوريس ركز في كلمة ايه الزكرة استوريت مقتل واحياء ازوريس وهذه التقوس جزء منها كان مخصص للكهنة فقط ركز في التعريف ده وخصوصا اخر سطر هذه التقوس جزء منها كان مخصص للكهنة فقط ليه عشان الجزء ده هنحتاجه فكرة الاستدلال ان ده مصرح ولا مش مصرح تمام هذه التقوس جزء منها كان مخصص للكهنة فقط بعيدا عن مشاركة العامة وجزء طبعا كان بمشاركة العامة يبقى احنا كده خلصنا كل التعريفات الخاصة بالمنهج تعريف التقوس الاوذورية تعريف فن الباليه تعريف الرقص تعريف الطقس الدراما تعريف المسرح تعريف وتعريف جبت لك كل التعريفات من كل حتة ترجمة نانسي قنقر